خليني أخدكم معايزة رد على الكابتر رضا عبدالآل قبل ما نروح للصدب المعافظة ومجموعة تانية من الأخبار أولا يعني أتمنى من الكابتر رضا عبدالآل ودي أنا رسالة بوصلها له بلا تجريح وبلا إهانة إحنا هنا في قطر شايفين مدى احترام الناس للكرة المصرية وشايفين مدى احترام الناس للمصريين وشايفين الأهل في حتة تانية والناس طلع بالأهل السماء وأقسم لكم بالله مبارح أنا استضفت وتكلموا معايا الإخوة القطريين بيشققوا الدحيل في الاستاذ وأنا صورت ده وانت كفتوه على الصفحة وعلى التغطية بتاعتنا اللي عملناها على الإعلام عبدالناصر زدان الناس بيقول لك فوز الأهل نجاح للبطولة طبعا وإحنا بنشقق الدحيل من قبل المباراة لو فوزنا احنا عن سطر التاريخ ما فوزناش الأهلي إن شاء الله بإذن الله يكون ممثلنا في حالة خروج الدحيل شايف الاحترام صح تيجي انت تطلع وترد على الناس دي يعني شوف خارج جاسم أليف المجلس عن الأهلي والمحللين التلتاشر بتوقعه شوف بإنسبورت قالت إيه عن الأهلي شوف الإعلام الصحافة هنا يا فندم شوف الإعلام القضري والصحافة القضرية قالت إيه عن الأهلي تيجي انت تطلع تقولي الدحلوية زي الدخلوية دي فرقة آخرها طب لبلدي لا أواقا كابت الرضا بعد أن ترد بقى ما تردت على معزمة لا إله إلا الله أقول لك ما حدك بتفرق على متأتش لا بتقول ليه كمهور ولا ما حدك بتفرق عليه كل العلم دي خلاص يا بي من لم يكن هو لسان الناس الناس مش عايزان خلاص عشان بص في الإعلام يا فندم يا فندم الإعلام ماشي ماشي الإعلام دي الوقت بيتغير شغل انك انت تعمل سكريبت وتعقد عايز تشتغل مطيباتي وتمسك العصية من النص والددي دا والددي دا ومحدش عارف لك ملة ولا لون دا بطل وراح خلاص دا انتهى وراح كل العالم دي ملهاش مشاهدات ملهاش لإني مفيش حد لسان الجماهير مفيش حد لسان حال الناس خلاص الإعلام بيتغير والناس دي قوالب متجمدة لا تتغير مع الزمن لا تتغير مع الزمن يا جماعة الناس نفسها في إعلام يكون لسان حال الناس مك لسان حال الخيال والمصالح والبيزنس والسبوبة والبحث عن المناصب واستغلال الشاشات على كان يحققوا مكاسب شخصية فالنهاردة يا سيد الفاضل الكابتر رضا عبدالعال قاعد مفخد على تن وما فيش راقيب عليه ولا حسيب عيب جدا عيب انه اسخبت بحيش ايوة عيب جدا خاصة يا كابتر رضا يعني فرقة كبيرة وبيضم نجوم كبارس على المص يا بي عيب لا تستهزأ اتكلم فنيا لكن انت برضي زيك زي بليا الشركة بتقولك عجل تجيب مشاهدات اضرب اي هابدو خلاص عيب عليكم يا جماعة احنا في حتة تانية يا جماعة شوف هنا تابع الاعلام القطر يتكلم عن الاهل ازاي تابع الدنيا تكلمت النهاردة النهاردة الواحد مكسوف والاخوة القطرين بيقولك هاني يرضيك اللي قاله برضي شركة فرقة اخرها فرقة طبل بلدي زي فرقة حسب الله ايه قلة الادب دي ايه عدم الاحترام ده سيبنا كمل يا اخي ما تكمل يا اخي نمنعتك سيبني لو سماحك قول اه يعني عيب يعني النهاردة فرقة الدحيل هو عشان الاهل اصلا انا عارف المخطب بتاعكم عشان الاهل يكسب عايزين تحقروا من الفرقة ايه وانا اسف على الكلمة فرقة الدحيل فرقة محترمة وفرقة كبيرة والاهل فزع لها باقتدار وكانت نجل النجل الاهل وتشكيلهم هو تصاب نصر واخد بالك انت كل لعبة في منطال قوة يا فندم يا فندم واحرجوا الاهل في الشيوت التاني والاهل فزعا فرقة محترما يعني انت عمرك شفت واحد متخلف بين الشيوتين ده لدول صبر رقصات بين الشيوتين يكتب اه تفرقة اي حد يغلبها واقل من العادي ونما تكلم في الكورة يتكلم بعد اياه بعمرة ايه طبعا يا بيه انت اخرك تتكلم عن التدليس والتعريض والدلدلة وتقبط كامعة كانت تقول اياه لانك انت من حزب المنافقين والقفقين لكن وضحت جدا انتوا عايزين تقلله هو الاهلي لما فز على الترجي تلاتة واحد الزمالك قصد الزمالك لما فز على الترجي تلاتة واحد وكسب الصوبة قلنا ان الترجي بيغير جلده وقلنا فرقة رائعة يا عمي مفيش حد يطلع اهلاوي قال ان الترجي فرق ضعيف لا طبعا لكن انت يا جماعة يستغنى عن تمان لعيبة يا جماعة دول حملة قزرة وطلقهم بيكتبوا مع بعض اه شو شو تختخ يروح عاملك ازاي مش عارف اه اعلام مش عارف ايه ومش عارف ايه واجب مش عارف تاني يقولك ايه البنك الاهل ايه غلب مش عارف مين رضا عبدالعلي يقولك ايه يا كابتل رضا انت بتشكي كلامك ده غلق وجارح وحرجنا مع الناس هنا في قطر عيب عيب طبعا عطيت لها اترون تقولي انا مليك مصالح في قطر هم عطلهم اصحاب احنا بنتكلم فورا نحترم الناس واجب دي مش روح رياضية وعيب عليك كنجم تتلفز هذه الالفاظ وعلى فكرة الكابتن متحد اعلامي محترم والكابتن شوبر اعلامي محترم والكابتن سيف راجل رائع ومحترم والكابتن رضا راجل انا بنقض الاداء لا امس شخص كلهم اسزتي وكلهم نسفق دماغي ولكن انا بنتقد الاداء كلها برامج تهاكلت وبال عليها الزمن حلو وابالة دي اه والله العظيم خلاص اشهر وابالة دي ايه اشهر وابالة بيفكروني بيديناصرات لم يبقى منها الا الزكرة وانقارضت من الوجود